السلام عليكم قصة الليلة قصة تحط العقل بالكف وقصة عجيبة وغريبة جدا وحداثها شيقة ومثيرة جدا اكيد الكثير مننا مر بكثير من المواقف على سبيل المثال وعلى سبيل التوضيح احيانا يمر قدامك موقف او حديث ما او حركة ما في الشارع ولا في البيت يعني في مكان غير محدد تحس انه هالموقف او هالكلام اللي قاعد يحصل قدامك انه مر عليك سابقا في موقف ما او يعني موه اول مرة تسمع انت بهذا الكلام او هذا الموقف اللي يحصل امامك ويصير واحدنا يتساءل انه شلون الموقف امامنا اونلاين الان يعني شلون انا مر علي سابقا وشلون حصل معاي هذا الموقف او مر علي المهم قصتنا الليلة من القصص المثيرة والقصة الله يسلمكم في العراق وتحية لاهل العراق ولا يهون السامعين جميع في بداية التسعينيات او منتصف التسعينيات جاسر شاب من عائلة محترمة وعائلة معروفة ومن احدى القبائل المعروفة في العراق وجاسر فيها ذاك الوقت كان شاب في بداية العشرينيات واحده عشرين اثنين وعشرين سنة كان برتمة ملازم والملازم فيها ذاك الوقت في التسعينيات يعني دولة بكل ما تعنيه الكلمة الكل يتمنى انه يصاهر هذا الملازم الكل يتمنى انه الملازم هذا يصير صديق وكان فيه مثل فيها ذاك الوقت في العراق يقول اما ملازم او ملازم يعني اما انك تكون برتبة ملازم او من تلازم من الاساس غالبية العائلات اللي عندهم بنات اللي كذا يحبون يسترون على بناتهم ويحبون انه يكون عندهم صهر يرفعون فيها الراس فيتمنون انه يكون هذا الصهر ملازم جاسر فيها ذاك الوقت كان ما هو شايف حدا قدامه برتبة ملازم والسيارة وشاب كذلك جسم وجميل ومن عائلة معروفة لكن الشاب عنده اخلاق عالية جدا يعني ما هو مستغل المنصب اللي هو فيه او الرتبة اللي يحاطها على كتافه بما انه الشاب ابن قبيلة وابن عشيرة وعايش في عادات وتقاليد القبائل والعشائر فما هي حلوة منه انه يتصلبط على هذا ولا يعتدي على هذا لكن كان له هيبة لما يطلع الملازم جاسر فيها السيارة ولا يمشي فيه الشارع الكل يضرب له تحية الكل يهاب الملازم جاسر والرجو كله اخلاق عالي وفيها ذاك الوقت كان عنده سيارة اسمها اولدز موبيل سيارة امريكية واحد الثراز والسيارات هذه فيها ذاك الوقت ما يركبها حي الله شخص والملازم جاسر مستلم سيارة من الدولة سيارة اولدز موبيل وكذلك عنده سيارة مولك خاص اهلوا عندهم خير من الله عز وجل وجماعة شبعانين والله كافيهم ومعطيهم والده مشتري له السيارة احيانا يركب السيارة العسكرية هاي المستلمها من الدوام واحيانا يركب سيارته الخاصة ويا ارض اشتدي ما حدا قدي المهم ما لكم بالطويلة الملازم جاسر كان عنده فيها ذاك الوقت اربع خمس اصدقاء هذولا اصدقاء مقربين زملاء دراسة ومن ابناء الحي اه واحد منهم اسمه زهير واحمد ومحمد وحسن وحسين اه جاسر هو واصدقاء وهذول بشكل شبه يومي لما جاسر ما يكون عنده دوام يلتقي هو وهالاصدقاء في بعض الاماكن العامة يركبون هالسيارة يروحون على المناطق السياحية على المناطق الجميلة المهم هذول الاربعة خمسة وكأنهم اخوان بشكل يومي لازم يلتقون لما جاسر ما يكون عنده شغل يلا يا جاسر ويجتمعون في احد الاماكن وفي بعض الاماكن اللي كانوا يجتمعون فيها احدى المقاهي لكن جاسر بسبب تعليمات ابوه والعادات القبلية والعشائرية انه يا جاسر ما يصير انت بدل ما تروح تقعد في المقاهي وعلى سوال الفاضية اروح اقعد لك في مظيف في ديوان في مجلس وتعلم لك سالفة تعلم لك شيء من سواله في الاولين فكان يعني شبه عيب انه والله اروح اقعد في المقاهة ولا كذا لكن كان يتردد بعض الاحيان هو واصدقاؤه في يوم من الايام كان جاي من الدوام ونسق هو واصدقاؤه على اساس يلتقون هذاك اليوم في المقاهة ولا اصدقاؤه جايبين معاهم صديق جديد السلام عليكم وعليكم السلام يا حي الله قالوا هذا صديقنا الجديد نوفا يا اهلا وسهلا يا حي الله بنوفل نوفل هذا شخصية عجيبة غريبة نوفل شاب طوله يتعدى المية وتسعين سنتيمتر شاب جميل شعر كثيف حاجب غليظ اه لون البشرة لون الابيض القوقازي شاب يشع من وجهه النور شاب قمة في الرقي والاخلاق شاب جميل جدا وجسمه منحوت نحت شفتوا الشباب هذول المودلز اللي يطلعون في عرض الازياء عرض الثياب او الملابس الرجالية لكن فيه جمال غير طبيعي والنور يطلع من بين عيونه وتحس هذا نوفل انسان ماهو طبيعي انسان مهذب انسان فيه قمة الاناقة انيق جدا ولما جاسر شاف نوفل جاسر كذلك شاب جهم وطويل لكن هذا جاسر تعداه بالطول وبالجمال وباناقة اللباس هذا نوفل لابس دشداشة او ثوب ولابس عليها سترة مكوية وكأنها الان طالعة من الكوة قليل الكلام اذا سألت سؤال يجاوبك بكلمتين او ثلاث جواب مختصر ويعطيك اياها من الاخر وكذلك هذا الشاب تفوح منه رائح جميل جدا يعني اذا تكون ماشي انت او واحد مثلا تتمشون على جنب الطريق تلاقي لما تجي نسمة هوا وتجي ريحة الشخص اللي ماشي بيجانبك عليك احيانا يكون حاط عطر ولا ريحة جسد ولا كذا تلاقي ريحة نوفل رائحة عطري جدا لكن شنو الرائحة هذه يعني رائحة عجيبة غريبة يعني مثل ما تقولون رائحة بخور رائحة مسك الرائحة غير معروفة شنهي ودرجة الجمال اللي يتمتع فيها نوفل هذا شفتوا الممثل اللي يمثل دور نبي الله يوسف عليه السلام يعني شاب جميل جدا من وين ما جيته جميل بالطول بالشكل بالاناقة باللباس بالرائحة المهم ما لكم بطول سيرة والتفاصيل هذه مهمة جدا في القصة لذلك ركزوا فيه الاحداث بعد ما تعرف جاسر على الصديق الجديد نوفل وصاروا ويطلعون ويروحون ويجون كل فترة والثانية كل يوم يوميا ثلاث يلتقون هما والصديق الجديد هذا نوفل نوفل شنو يشتغل يشتغل فيه احد الاسواق وعنده مكتبة او محل صغير الواجهة واجهة المحل تطلع لها تقريبا متر متر وخمسة سانتي وطول المحل الداخل تقريبا ستة الى سبع امتار والمحل هذا فيه كتب مليان كتب قديمة ونوفل حاط امام المحل كاراتين فارغة مثل كاراتين اللي يجي فيها الشيبس والكاراتين هذي حاط فيها مثل ما تقولون العاب اطفال وبجانب محل نوفل فيه محل صغير يبيع لقهوة والشاي وهالاصدقاء صاروا يترددون على نوفل لما ما يجيهم على المقهى اللي يجتمعون فيه يجون لعند نوفل اول ما يوصلون لعند نوفل يطلب لهم القهوة والشاي او يروح هو بنفسه يجيب لهم القهوة والشاي ويوقفون على باب المحل لانه المحل ضيق يعني عرضه متر وطوله ست سبع متار في الداخل وفيه كتب ورفوف من الكتب فما يقدرون يدخلون داخل المحل وتجي بعض هالناس بعض الزباين اللي تفوت لعند نوفل وتشتري كتب المهم راحة الايام وجهت الايام والصداقة هذه بين نوفل والاصدقاء الخمسة وعلى رأسهم جاسر صارت تتعمق شوي شوي بعدين الاصدقاء هذول صاروا محادي يقدرون يستغنون عن جلسة نوفل صاروا يجون على المقاهي او على المقهى هذا اللي يجتمعون فيه كل فترة والثانية يلعبون ورق ورق الشدة وتعرفون اللي يلعبون ورق الشدة يحطون بجانبهم ورقة وقلم علشان يسجلون النتائج منه اللي فايز وهذا قديش خسران وقديش جايب مجموع فهذا نوفل يمسك الورقة والقلم ويرسم عليها نجمة وبعد ما يخلصون اللعب تعرفون يتداولون بعض اطراف الحديث فنوفل اكتشفوا انه يجيد العاب الخفة فلما يرسم النجمة على الورقة يقولهم حطوا ايدكم على النجمة على المرسومة على الورقة ويغمضوا عيونه ويصير يدمدم في بعض الكلمات اللي غير مفهومة ويقولهم شيلوا ايدكم عن الورقة ما يلاقون النجمة هذه المرسومة وين النجمة يقولهم هذه مرسومة على زاوية الطاولة اللي جالسين عليها الطاولة من الخشب شلون يا نوفل نوفل بس يضحاك ويقولهم كذا يجون يحطون ايدهم على النجمة المرسومة على الطاولة وكذلك نوفل يغمضوا عيونه ويتمتم ببعض الكلمات بمجرد انه يحرك شفايفه وابتسامة بسيطة يقولهم شي لو ايدكم يعثرون على النجمة رجعت على الورقة اللي مسجل عليها شلون يا نوفل رغم انهم يدقيقون في هذه الورقة نوفل يعني يضحاك ويعطيهم ابتسامة اكتشفوا انه نوفل يجيد العاب الخفة او التنويم المغنطيسي بعد توطط هالعلاقة وهالصداقة يوم وراء يوم واستمرت هالسالفة هذه الى عدة اشهر وفي بعض الاحيان واحد منهم ينقطع من الدخان يقولهم اطلبوا شنو نوع الدخان اللي ودكم يا يقولوا مثلا واحد يقول له ودي نوع دخان كنت نوفل يغمض عيونه وكذلك يتمتم ببعض الكلمات ويمد ايده على جيبه ويطالع سكارة كنت بعض مرات يطلبون منه سكارة مالبورو نوفل رجل عجيب وغريب مهبل هالشباب وكشلون يا نوفل يقولهم انت وشودكم دخنوا وما عليكم رغم انه لما يشوفون ملابس نوفل ملابس نوفل مكوية جيوب وفارغة ما فيها شيء حتى الى درجة الله يعزكم الانعال او الحذاء اللي يلبسوا نوفل يلمع لمع ولا كأنه ماشي كأنه الان مطالعوا من الكارتونة يقولوا له طيب يا نوفل انت ثيابك هذي ما تتوسخ ثيابك يعني الحذاء اللي يلابسوا يا اخي شنو انت طير يعني على الرغم من انهم يمشون هم ونوفل سوى يمشون بالشارع ويروحون لعنده على المحل ويشوفون رجل يمشي على الارض لكن الرجل حذاء واللباس عجيب غريب المهم في يوم من الايام كانوا هالأصدقاء الاربع خمسة سهرانين وسهران معاهم نوفل وتأخروا في السهرة لوقت متأخر في المقهى للساعة تقريبا واحد ونصف تنتين بعد منتصف الليل وقاموا كل من راح في حال سبيله قام نوفل قال للملازم جاسر اش رايك ودي اوصلك للبيت قالوا لا ما في داعي بيتي يعني 700-800 متر عادي انا اروح لحالي قالوا لا ما عليك ودي اتمشى معاك وقالوا يعني انت بيتك قريب قالوا لا والله انا بيتي يعني بعيد عنك شوي بس خليني اوصلك اتمشى انا وياك عندك مانع قال الله والله ما عندي مانع بالعكس ارفقتك يا نوفل مكسب يقول وصلني هذاك اليوم الى باب البيت وحاولت اني اخليه يدخل داخل البيت يا نوفل يا كذا تفضل خلينا نشن يعني نكسبك عندنا الليلة قال الله والله ودي اروح على البيت على بين ما اوصل يعني قرب اذان الفجر ودي اتوضع وقرأ لي شوية قرآن وبعدين اصلي الفجر يقول حاولت معاه كثير قليل الرجال ما رضى يدخل على البيت ورجع ادراجه يقول فيه اليوم الثاني التقيت انا واصدقائي بدون نوفل هالاخبار أدراء العلوم قالوا والله صاروا يعني من سالفةNA الى سالفة واحد منهم زهير قال والله يوم أمس لما كنا سهرانين نوفل وصلني الى باب البيت وينوط أحمد قال لا والله انا وصلني الى باب البيت جاسر قال لهم يا عمي تالوا لهين انت شونو تسولفون انا وصلني جاسر الباب البيت قالوا مستحيل قالهم يا عمي انت ويعني صاير العقلكم شي قالوا لا والله كل من يقول نوفل وصلني يقول يعني هذول اشخاص عاديين اه لكن انا رجل دولة وفي منصب مهم ولا ممكن ان يمر علي هذا الحديث يعني او هاي السالفة شلون يعني وصلكم ووصلني يعني انا خامسته وصفحته باليد وحاولت اني ادخلوا على المنزل للرجال مرضي المهم اختلفوا في الموضوع ويقومون وروحون على السوق على نوفل سلام عليكم وعليكم السلام قالوا يا نوفل يوم امس قالوا لهم لا تكفون انا وصلتكم كل اياتكم الى منازلكم لكن ما وصلتكم حقيقة وانما وصلتكم في خيالكم قالوا جاسر يا جاسر تعاليين هذول اشخاص عاديين لكن انا رجل ضابط ويعني شلون تضحك علي يا رجل شلون وصلتني وتقول وصلتم نوفل مهما السالفة وعطاهم يعني ابتسام وكذا وطلب لهم الشاي والقهوة وقالهم انسوا الموضوع وفعلا نسوا السالفة اتروح الايام وتجي الايام بعد مرور فترة من الزمن انشغل الملازم جاسر فترة من الزمن ويجي صديقه هذاك اليوم زهير سلام عليكم وعليكم السلام هايا زهير الاخبار والعلوم قالوا والله ما عندي من الاخبار والعلوم الا نوفل صديقنا هذا مختفي وين مختفي قال والله يا جاسر في حملة على السحرة والمشعوذين والظاهر انهم معتقلين نوفل من ضمن هالاشخاص والسالفة ما لها الا انت يا جاسر انت مضابط ولك ما عارفك وتعرف الامن العام لذلك ودك تروح تشوف انه وضع نوفل واذا قدرت تطالعوا من السجن قالهم او بيشراوا بيعزكم راحوا على المحل هذاك اليوم لاجل يتأكد الملازم جاسر فعلا لقوا المحل مقفل وما في حدا قالهم جاسر معناته السالفة مضبوطة وهذا بما انه يشتغل بالخفة والتنويم المغناطيسي وهالسوالف وكاد تم اعتقاله لكن الامر سهل وبسيط وطركوا السالفة هذه علي ويقوم جاسر هذاك اليوم يروح على مركز الامن العام وطبعا الامن العام فيها ذاك الوقت في العراق اللي داخل عليه مفقود واللي طالع منه مولود ولكن على منه مو على جاسر جاسر يصير صديق ابن الضابط المسؤول عن هذا المركز وهو وياها ابناء دورة وحدة وفيه روحات وزيارات متبادلة بحكم انه الابناء اصدقاء فقام دخل عليهم على باب المركز خير شنو ودك قالهم ودي اقابل المعاون السياسي شنو معرفتك فيه شنو كذا قال انا صديق ابنه انا فلان بس قلوله فلان جاي لعندك والضابط هذا اللي جاي لعنده جاسر مو حي الله ضابط رجل جلاد رجل مرعب وجهه قولات اخوان العراقيين يقصى الطبر ما يضحك لرغيف الخبز الصاخن رجل ما يبتسم ابدا ويعتبر الابتسام عيب انه والله انت رجال وتضحك عيب ما يبتسم ورجل يخوف بكل ما تعنيه الكلمة ومنصب وكذا المهم دخلوا جاسر هذاك اليوم لعند الضابط سلام عليكم وعليكم السلام بعد ما ادى التحية العسكرية لكن بحكم المعرفة والزيارات المنزلية والصداقة يا اهلا وسهلا بالملازم جاسر حياك الله اهلين يا ولادي خير شنو الموضوع شنو الزيارة المفاجئة قالوا والله يا سيدي الموضوع كذا وكذا وكذا عندي صديق وسمعت انه يمكن يكون موجود عندكم قال ابشر وطلبك مجاب لكن قول لي شنو اسم هذا الشخص قالوا اسمه نوفل نوفل ايش وين ساكن وين كذا قالوا والله يا سيدي ما عارف غير اسمه قالوا شلون صديق مقرب وكذا انت تقول يعني من الاصدقاء المقربين وما تعرف غير اسمه قالوا والله يا سيدي تعرف انت ضغوط العمل والدوام وكذا لكن الشخص يعني شخص حباب ومحترم وسمعت انه ممكن يكون اه مسجون عندكم قال يا سيدي ليس ويقوم ينادي على الاسكري اللي واقف على الباب قال تعال فيه شخص اسمه نوفل دوروا عليه في الزنزانات او في العنابر وجوبوا ليياه على طول لكن عاملوه بكل ادب واحترام لكن جاسر يقول في هذاك الوقت السحرة والمشعوذين اللي ملقين القبض عليهم الصياحات هم طالع براء المركز قاعدين يشتغلون شغل ما انزل الله به من سلطان هذا اللي يفرق بين الزوج وزوجته وهذا اللي يسوي شغلات معي زينة وهذا اللي يسحر هذه المهم ماسكينهم ونازلين فيهم ضرب يقول اصواتهم واصلة لعنا على المكتب المهم العسكري اه ودي روح يجيب هذا الشخص او يبحث عن اسم نوفل ويقوم جاسر قال يا سيدي لو سمحت هذا الشخص علشان ما تتعذبون زيادة في البحث عنه فيه علامة مميزة وعلامة فارقة جدا شن العلامة قال هذا الشخص يا سيدي شخص جميل وطويل القامة ومواصفات وكذا وكذا وينتبه العسكري قال يا سيدي نعم كلام الملازم جاسر صحيح في عندنا شخص موجود في الزنزانة او في احد العنابر بهاي المواصفات قال روح جيبه على طول وعامله بادب واحترام راح العسكري غابله اربع خمس دقائق وظل الملازم جاسر جالس عند العميد هذا المكتب اللي جالسين فيه طوله تقريبا 12 الى 13 متر وعرضه 6 امتار وطاولة العميد صاير فيه صدر المكتب مكتب ضخم وفخم وجالسين شوي وإلا داخل العسكري ومعاه نوفل يقول لما شفت نوفل نوفل عطاني نظرة مع ابتسامة بسيطة واول ما شفته ارتاحيت وانبساطة بشوفته لكن العميد هذا الضابط اللي يوجهه ما يضحك لرغيف الخبز الصاخن والرجل الشرس الجلاد اللي شخصيته مرعب جدا ويقوم من وراء الطاولة ويجي الى قينوفل المسافة بعيدة المكتب مثل ما قلنا 12 الى 13 متر وصارت المسافة بيناتهم خمسة الى 6 متر ويمد ايده الضابط بوضعية المصافحة وهو جاي على نوفل يقول انا مستغرب شلون يعني هذا جاي ودي صافح نوفل وكذا قلت انا من باب الاحترام لي يعني وتقديرا لي يقول وصل عند نوفل حياك الله ياولادي انت شلون جيت لعندنا شلون شلون اللي حصل معك قالوا والله يا سيدي كنت ماشي بالشارع وما حسيت ودريت الى سيارة اللاند كروز وقفت بجانبي وتم اعتقالي وجابوني على هالمركز بدون لا سؤال ولا جواب وتعرضت الى ضرب والى اهانة والى يعني تعرفون الامور اللي تحصل مع المعتقلين وخصوصا المشعوذين هذول اللي عايثين فسادا في الارض وينصبون على هذا ويضحكون على هذا لكن الظاهر على نوفل قاله العميد طيب يا يعني مو مبين عليك انه يعني يقول جاسر لما انظر على ثياب نوفل ثياب نوفل كأنها طالع الان من الكوة لا عليه اثار ضرب لا عليه اثار تعذيب الرجل وكأنه كان بقرطاس بكيس نايلو او بالكرتونة مثل ما نقول وكأنه الان طالع من الكرتونة وجاسر مستغرب من الموقف اللي حصل من هذا الضابط الكبير شلون قام على نوفل ونوفل شخص عادي يعني حتى لما انجه جاسر عند العميد ما سوا العفاوة هذي ولا عاملوا بهذا الاحترام الها الدرجة الكبيرة هذي المهم ما لكم بطول سيرة قام نوفل قال اه للضابط قال له سيدي ممكن تسمح لي اصولف قال له صولف يا ولادي اللي بدك يا صولف لا تخاف شنو اللي عندك قالوا يا سيدي انت مسروق من عندك شيء قبل فترة من الزمن وهذا الشيء غالي وثمين جدا غالي معنويا وسرقة هذا الشيء يعني امر ماه سهل بالنسبة لك وقد تتوقف عليه امر ترقيتك الضابط هذا كان اه الظاهر في الايام القادمة او في الفترة القادمة في ترفيعات للضباط قالوا اذا تم اكتشاف امر سرقة هذا الشيء ممكن انك ما تترفع ولحد الان ما تم اكتشاف منوء السارق والقصة صار لها تقريبا تسع الى عشرة ايام يا ولد شنو تقول شنو المسروق قالوا يا سيدي القطعة المسروقة قطعة معدنية وانا ما ودي اوضح اكثر واعتقد انت افهمت علي الضابط اصبح حمل وديع رغم الشراسة اللي عنده والمنصب اللي هو فيه حتى ما سأل نوفل عن اسمه الثلاثي ونظره شاخص الى نوفل قالوا طيب منو اللي سرق قالوا اللي سرق نسيبك اخو زوجتك قالوا يا نوفل شلون يعني انا بيتي ولا ممكن يدخل يقدر يدخل عليه حرامي ولا سارق قالوا يا سيدي هذا اخو زوجتك هذاك اليوم قبل لا يسرق المسدس من بيتك بيوم او يومين رايح على بغداد ولاعب اقمار وخسران هذاك اليوم ومستلف فلوس من احد الاصدقاء اصدقاء السوء وكاتب عليه كمبيالية او شكات ولما جي هذاك اليوم اودوا يحصل على الفلوس جي لعند اخته اللي هي زوجتك وطلب منها مبلغ من المال لكن زوجتك ما اعطته ما عندها فلوس اعطته مبلغ بسيط جدا وفيها ذاك اليوم انت كنت نسيان مسدسك في البيت وسرق المسدس وخذاه باعه الى احد الاشخاص وبعدها قبض ثمن وراح سدد جزء كبير من المبلغ اللي كان مستلفه من هذا صديق السوء الضابط العميد هذا امن بنوفل او يعني وكأنه سك غفران ولا جاذلوا ولا عرضوا في الكلام ويعني امر عجيب غريب يقول المنازم جاسر انا فاتح اثمي واتسمع واتفرج ما استغرب من العميد حتى يقول لو انطول شوي في الحديث العميد يقول للنوفل يا سيدي امر عجيب غريب المهم قام العميد سحب التليفون واتصل على البيت على زوجته قال يا امو فلان اخوش وينو اخوش فلان قالت والله اخوي قبل يومين جاني ويعني ما ادري وينو والله قال لها الان تروحين على منزل هلتش والدورينو وتخلينو ييجي علي مباشرة خير يا ابو فلان شنو السالفة شنو الموضوع شغلت بالي قال لها اخوش هذا واحد حرامي وهو اللي سرق مسدسي والان تروحين تخلينو ييجي لا ابعث الان دورية وابعث الدولة كلها واعتقله وامحيه من الوجود كلشي الا الدولة بلا عشيرة بلا بطيخ بلا كذا هذا منصب وده يفضحني ما لقى غير مسدسي يسرقه الان تروحين عليه يا رجل شنو ليعرفك اخوي ما يسرق قال لها هذا اللي جاتش انا تذكرت الاحداث وما في الا اخوش هو السارق اختصري وروحي عليه خليجي لعندي المهم العميد سكر التليفون وتشكر نوفل وجزاك الله خير والله اعطيك العافية وطبعا طلب الشاي وشربه الشاي وبعدين قال استأذن يعني الملازم جاسر من العميد وقال لو سمحت ودنا الروح قال الان خلينا على تواصل يا نوفل قالوا ما عليك سيدي التواصل يتم عن طريقي انا ايمت ما حبيت تلتقي مع نوفل خبرني بس اعطيني تليفون ونكون انا وياه رهن الاشارة يقول وطلعنا هذاك اليوم من مركز الشرطة من مركز الامن العام هذا طلعت انا نوفل يقول انا عندي فضول ودي عرف هذا نوفل شنو اللي يعرفه وشلون العميد يعني اصبح حمل وديع بين ايدين هذا الضابط الجلاد قلتو يا نوفل شنو يسالفتك انت يا رجل والعميد هذا اول مرة تشوفه وشنو عرفك بسالفته قالوا يا صديقي جاسر شوف انا عندي موهبة من الله عز وجل انا اعرف الاحداث الماضية بمجرد ما يوقف احد الاشخاص قدامي يصير مثل الكتاب المفتوح اعرف شنو اللي حدث معاه بالتفصيل الممل قالوا طيب انا يوم امس شنو اللي صار معاي قالوا يوم امس انت روحت على المطعم الفلاني وقعدت انت قالوا طول بالك لا تكمل الله يخرب بيتك لا تفضحني يا رجل قالوا معناته انت ساحر قالوا لا ابدا انا ماني ساحر الساحر اللي يفرق بين الزوج والزوجة واللي يسوي سحر واللي ينصب على هذا ويضحك على هذا ويفتح بالفال ويسوون شغلات ما انظر الله بها من سلطان لكن انا يخوي جاسر بعيد كل البعد عن السحر وهذه موهبة من الله عز وجل يقول ما شين احنا قالوا الان ودي اوصلك على بيتك يا نوفل وين ساكن انت قالوا ولا ساكن في احدى الحارات بجانب السوق الملازم جاسر الان بما انه تكفل امام العميد انه في يوم من الايام ممكن العميد يطلب نوفل وجاسر ما يقدر يرفض طلب انه والله ما لقيت نوفل وكذا هذا العميد ما عنده مزح قال اصريت على اني اوصله على البيت يقول ونظل ماشين انا ويا دخلنا في زقاق او شارع ضيق وجينا دخلنا على بيت والبيت هذا عبارة عن حوش عربي يقول اول ما دخلنا ونشوف عجوز داخل هذا البيت ما اعطيتنا ظهرها وما شفت وجهها سلمت عليها وطلعنا انا وجاسر على غرفة موجودة في الطابق الثاني يقول دخلنا على الغرفة هذه ولا الغرفة هذه ما فيها شيء ما فيها اي نوع من الاثاث مبين يعني هذا الشاب فقير جدا كنا فقراء لله عز وجل ويقول جاسر بما انه انا ضابط ومتدرب على دقة الملاحظة انتبهت انه هالغرفة هذه ما فيها الا مسند للقرآن هذا الخشب اللي يجي اه مثل حرف الاكس اللي يحطون نحط عليه القرآن ونقرأ القرآن وفيه مسمار معلق بها الحيط قال له طيب يا نوفل اشوف ما عندك شيء في هالغرفة ما في اثاث شلون تنام شلون تاكل طيب ثيابك يا سيدي وين تعلقها قال له والله اعلق ثيابي بهالجدار هذا بهالمسمار قال له طيب ثيابك اشوفها دائما انيقة وكذا والجدار هذا يقول حطيت ايدي عليه ايدي صار يعني اثر بياض من اه نوع الادهان اللي مدهنينه فيها ذاك الوقت من نوع الجبس قال له طيب اه ما شفت ولا مرة على ثيابك اه البياض هذا قال له والله احاول انه يعني ما يقربن على الحيط وحاول قدر الامكان احاول على النظافة والطهارة لانه انا رجل اصوم واصلي واصلي في المسجد المهم شاف انه وضع نوفل المادي وضع تحت خط الفقر بمئة درجة قام طلع فلوس مد ايده وعلى جيبه وده يطلع فلوس يقول ايدي وهي بجيبي كأنه واحد ماسكها وصارت اصبحت ثقيلة قال يا نوفل شنو ودك انت اخوي الكبير نوفل يعني مبين انه اكبر من جاسر بسنة سنتين قال له شنو ودك انا حاضر ودك اثاث ودك اكل ودك شرب ودك فلوس يقول ودي اطالع ايدي من جيبي ماني قدران قالوا والله يا صديقي جاسر والله ما ودي شيء من هاي الدنيا انا رجل ما عندي الا الصلاة وقراءة القرآن وعملي فيه المكتبة واذا في يوم من الايام احتجت اي شيء والله ما اطلب حدا غيرك جزاك الله خير وما ودي الا سلامتك يقول طلعت من عنده هذاك اليوم بعد ما اطمنت عليه ورجعت الى سيارتي ورجعت الى دوامي او رجعنا كالعادة كل فترة والثانية نلتقي في احد المقاهي او نجي نشرب الشاي عنده امام باب المحل وتروح الايام وتجي الايام بعد خمس الى ستة شهور يقول انا شغلت اسبوع اسبوعين زمان في الدوام ويجيني هذاك اليوم صديقي زهير سلام عليكم وعليكم السلام قالوا ما عندي من الاخبار والعلوم يا جاسر الا ان نوفل مختفي فص ملحو ذاب شون تقول يا رجل وين راح وين جي قالوا والله ما ندري قدي صار له مختفي قالوا والله صار له تقريبا اسبوع عشرة ايام ما خلينا نروح على المحل نلاقي المحل مسكر هذا المكتبة القديمة يقول والله ركبت انا واصدقائي فيها السيارة وروحنا على مكان قريب من المحل وجينا عليه فعلا المحل مقفل الباب السحاب هذا باب قديم ومحطوط عليه القفل قال جينا على صاحب القهوة هذا اللي بيع القهوة والشاي سلام عليكم وعليكم السلام قالوا يا اخوي هذا صاحب المكتبة وين راح هذا نوفل علمك فيه شنو صاير عليه قال اي نوفل قالوا يا عمي هذا نوفل قبل عشرة ايام جينا لعنده لكن الان مختفي نسأل عليه ندور عليه رجال ما حدا شافه قالهم يا عمي اي نوفل واي حدا انت وعند من تتحدثون قالهم يا عمي هذا المحل صار له تقريبا ثلاثة الى اربع سنوات مقفل يقول لما جينا على باب المحل القفل عليه كمية من الغبار ما هي سالفة انه يوم ولا اثنين ولا عشرة ايام ولا حتى شهر فعلا المحل مبين صار له سنوات مقفل يا رجل شنو تقول احنا كل فترة والثانية كنا نجي على هذا الشاب اللي اسمه نوفل وكان يشترينا الشاي من عندك يقول والله يا عمي صحيح انا كنت اشوفكم تجون توقفون هالا اربع خمس شباب لكن اللي كان يطمني لما اشوف ثيابكم انيقة ومرتبة وخصوصا انت يا سيدي يعني يمبين انك ابن دولة لابس لباس الدولة والرتبة على كتافك فقلت يمكن الشباب يجون يتوعدون في هالمكان واشوف بيديكم استكانات او كاسات الشاي هذي لكن انا ماني بيعكم اياها واستغرب لكن اللي طمن قلبي انه انت ابن دولة واكيد ما عندكم مشاكل وما شفتكم ولا مرة انكم عكسته وبنت ولا كذا فعلا اه كنت شوفكم توقفون قدام باب المحل لكن يا جماعة هذا الرجال قبل عدة سنوات وهو طالع من المحل تزحلق ووقع وانا من الاشخاص اللي اسعفناه الى المستشفى والرجل توفي بسكت قلبية جاسر ما قدر يتمالك اعصابه مع انه ضابط وملازم وسلطة وكذا يقول كان براسي عقل وطار او امسك هذا تبع لقهوا قال اسمع علي اكيد متفق انت انكم تسلفون هالسوالف والله العظيم الان احطك في باكاج السيارة او في طبون السيارة او اخفيك عن الوجود لذلك قر اعترف وين نوفل احسن لك لا تاكنوا بعقلنا حلاوة قالوا يا سيدي اترجعك انا عندي عائلة وعندي ابناء وعندي زوجة وانا شيني مصلحتي اتعامل مع نوفل اصلا انا هذا نوفل كل ما اعرفه يا سيدي اقسم بالله العظيم ما اعرف انا شخص بالمواصفات اللي تسلفون عليها يحاول جاسر من هناك انفعل ويعني شلون قالوا يعني تضحك علينا انت المهم اصدقاء جاسر قالوا يا جاسر خلاص اترك هذا الرجل انت هذاك اليوم مو قلت انه وصلت نوفل على البيت قال ايه نعم قال خلينا نروح عليه على البيت قال ايه والله صحيح خاف انه الرجل مريض ولا كذا لكن بالهم المحل هذا والكاراتين اللي كانت امام المحل ما في لا كاراتين والمحل مبين عليه على باب المحل الغبار متراكمة سالفة سنين قالوا ليس الا خلينا نروح على البيت يقول لما جينا على البيت وقال لباب مضروب بجنزير قفل وفيه غبار متراكم امام عتبة الباب حوالي 10 الى 15 سانتي الباب يعني صار له سنين مقفل مو سالفة سنتين وثلاث واربع سنوات يقول بدأ الامر غريب وانا يعني يجمع انت وشايفين اللي شايفه قالوا والله مثل ما انت شايف احنا شايفين يقول من باب الفضول قلت خليني اخلع على القفل هذا ودي اشوف شنو فيه داخل البيت وين نوفل يقول حاولنا ندفر الباب نضربه كدرنا نخلع القفل ودخلنا داخل الحوش يقول لما دخلنا فيه الداخل الحوش ارضيته عبارة عن حوش عربي مثل البيوت الديمشقية البيوت الشامية يقول ارضية البيت تشتهي انك تتمدد وتقعد عليها ذرة غبار ما فيها لكن المنزل مبين مثل ما جيت عليها ذاك اليوم انا منزل متهالك وقديم المهم يقول طلعت على الدرجة او السلم السلم رايح يقع يقول اجر ورا واجر قدام لكن ودي اطلع على الغرفة اللي دخلت انا ونوفل عليها ذاك اليوم قبل عدة اشهر واصدقائي يظلوا في الطابق الارضي فيه ارضية الحوش هذا اللي يسقفه مفتوح للهواء يقول لما جيت على هالغرفة وإلا فعلا مثل ما جيتها ذاك اليوم فيها المسند اللي نحط عليه القرآن وفيها هالمسمار السجادة الصلاة ما هي موجودة والافراش ما هو موجود وبقية الغرف فيها المنزل كلها متهالكة باستثناء هالغرفة هذه يقول نظرت يمين يسار يا نوفل يا كذا ما في حدا يقول رجعت نزلت على السلم وإلا اصدقائي هذول فيه اثنين اثلاثة منهم يخافون وقلوبهم ضعيفة يقول اشوفهم مدمع عيونهم اثنين منهم عيونهم مدمعوا مسكين ايديهم وبعضهم خير يا فلان يا كذا شنو الموضوع قالوا ارجوك يا جاسر خلينا نطلع من هالمنزل يا جماعة شنو اللي صار عليكم قالوا يا اخي حاسين نفسنا موجودين داخل ثلاجة والوقت كان صيف درجة حرارة عالية والدنيا الظهر يا جماعة شنو تقولون قالوا مشان الله خلينا نطلع من هالبيت يا اخوي جاسر يقول طلعنا من البيت وانا ماني عرفان شنو الموضوع نوفل هذا وين يقولوا تخطر على بالي اني اروها على مختار الحي ونسأل من هناك وين المختار قالوا هذا المختار سلام عليكم وعليكم السلام معاك الملازم جاسر حياك الله يا سيدي امر خدمة قال طلعته من المكتب الصغير اللي له وبدأت اتمشى انا وياه وجبته الى المكان اللي موجود في البيت على هالزقاق الضيق خير يا سيدي شنو الموضوع قالوا البيت هذا من يسكنه قالوا يا سيدي هذا البيت مهجور من اكثر من اربعين الى خمسين سنة يا مختار شنو تقول قالوا والله مثل ما اقول لك طيب هذا البيت لمن يرجع منهم اصحابه وقالوا والله يا سيدي انا كنت فيها ذاك الزمن طفل صغير ابو سبع الى ثمان سنوات واسمع انه هذا البيت كانت ساكنته امرأة هي وابنها والمرأة هذي ينقل لها ام نوفل قالوا يرحم امواتك هذا نوفل وينه قالوا يا سيدي انا قاعد اسولفك لما كنت الطفل صغير في المرحلة الابتدائية وكانت المرأة هذي ساكنة هي وابنها في هذا البيت والمختار هذا رجل كبير مسن يعني في تقريبا نهاية السبعينيات رجل كبير ويقول لك انا اسولف في يعني وقت طفولتي يقول انا ماني مستوعب هالسالفة شلون يعني قبل فترة كنا احنا ويا نروح على القهوة ونشرب الشاي وهذا يقول لنا المحل صار له عدة سنوات مسكر وفعلا الرجل كان يبيع فيه كتب قديمة ورثة والرجل يعني اسولف ما هي ما تقرب للعقل تحط العقل بالكيف المهم يقول للملازم جاسر سألت المختار قال له هالعائلة هذولا عندهم مكتبة في المكان الفلاني قال ايه نعم عندهم مكتبة قديمة لكن اللي سمعته انه الرجل زوج ام نوفل كان على خلاف هو وزوجته ام نوفل وكان ما يتردد عليهم الا بين فترات بعيدة جدا وبعد فترة منزما سمعنا انه الجماعة ناس يقولون سافروا وانقطع اثرهم وما عاد نسمع عنهم ناس يقولون سووا حادث وظل هذا البيت مقفل وخلال هالسنين اللي مرت لا طلع لهم وريث لا حدث جي سأل عنهم وسمعت انه الاب قبل سنين عديدة توفي وهذا اللي عارفه يا سيدي يقول الملازم جاسر بديت اربط الاحداث قالهم يا جماعة تذكرون لما وصلنا اذاك اليوم نوفل يقول انا وصلتكم الاربعة كل من وصلتوا الى بيته قالوا ايه نعم قالوا تذكرون لما كان يرسمنا النجمة قالوا ايه نعم تذكرون لما كنا ننقطع من الدخان او السقائر ونطلب منه واحد يطلب كنت واحد يطلب فيس روي واحد يطلب مال بورو الى درجة يقول انا في يوم من الايام طلبت منه نوع من السقائر الغالية السقائر الكوبي يقول مد ايده على جيبه وطلع لي اياها يقول بدينا نربط الاحداث مع بعضها وقلت لهم يا جماعة هذا نوفل ولا ممكن ان نحصله هذا نوفل شخص غير حقيقي هذا شبح او روح او جن والعلم عند الله عز وجل يقول سكرنا ملف هالقضية وصراحة مذهولين من الاحداث اللي مرت معنا يقول انا كضابط وكرجل يعني عاقل يعني اراجع الاحداث يا عمي انا رحت على السجن وقابلت العميد وقال للعميد كذا وكذا لما اراجع الاحداث اقول مستحيل الاحداث هذه تكون خيال شخص كان مرافقني لكن في النهاية لما انحطينا في تحت العمر الواقع وعرفنا انه نوفل مختفي هو وامه قبل اربعين الى خمسين سنة عرفنه انه نوفل هذا عبارة عن روح او شبح لكن يقول القصة هذه ما تغيب عن بالي ابدا وما زلت حتى اللحظة اجتمع انا واصدقائي هذول نفسهم اللي ما زالوا طيبين منهم وصيرت نوفل تجي ها يا جماعة طبعا على مدار السنين من التسعينات الى حد الان يقول كل فترة نجتمع ونسأل بعضنا ها حدا منكم شاف نوفل حدا يقولون ابدا نوفل فص من الحذاب وما زال سر نوفل مدفون حتى اللحظة ولا عاد شفناه ولا عاد حدا شافه ولا سمع عنه ابدا والقصة هذه من قصص العميد جاسر والرجل يقول لي ممكن انه بعض الاشخاص يعني يقولون مستحيل هذه الاحداث تصير اليوم ذكرني احد الاخوان على الواتساب في قصة حصلت في سوريا اللي سائق اجرة سائق تاكسي طالع معا فتاة وموصلها الى احد المنازل ولما وصلها الظاهر ناسية حقيبة او معطف والرجل حفظ مكان هذا البيت يقول رجع فيه اليوم الثاني على الجماعة ودق الباب عليهم السلام عليكم عليكم السلام خير يا اخ شنو تريد قالهم انا يوم امس وصلت فتاة مواصفاتها كذا وكذا ونست غرض لها داخل السيارة وهذا الغرض قالولو يا اخي الفتاة اللي تتحدث عنها انت هذه الفتاة صار لها عدة سنوات متوفية قالهم يا جماعة شنو تسولفون انت وانا يوم امس طلعت معاي في السيارة وانا وصلتها على باب البيت هذا والقصة هذه رح ابحث عنها وعن تفاصيلها واذا عفرت على التفاصيل ان شاء الله ارويلكم ياها في الايام القادمة وطبعا ام نوفل اللي ذكرها مختار الحي قال انه هاي المرأة كانت امرأة صالحة هي ولدها كانت هذه نهاية القصة انتظر تعليقاتكم على القصة ولا تنسونا من اللايك والاشتراك بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك دمتم في رعاية الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر